موسيقى ولد القارئ زكريا قنديل منتصف التسعينيات في أحد الأحياء الشعبية في مدينة الدار البيضاء المغربية دفعت به العائلة وهو في سنوات الطفولة المبكرة إلى الكتاتيب القرآنية لتعلم اللغة العربية وحفظ القرآن الكريم قبل التحاقه بالتعليم النظامي دون قطع الصلة بمجتمع حفظة كتاب الله أظهر تفوقا أهله للمشاركة في المسابقات المحلية ومنها انطلق في تجربة الإمامة في المساجد عندما بلغ سني الخامس سنوات خمس سنوات كعادة أطفال الحي عندنا أخذني الوالد إلى المسجد الحي من أجل أن أتعلم الكتابة وأبجديات الحروف فتعلمت الكتابة وحفظت قصار الصور الجزء الأخير جزء عامة حفظته في مسجد وبعدها دخلت إلى التعليم النظامي عندنا بالمغرب فدرست السنة الأولى والسنة الثانية والثالثة إلى أن خلصت الابتدائي وبعدها انتقلت إلى الطور الإعدادي الثانوي ففي الطور الإعدادي الثانوي انقطعت عن الدراسة وتبعت الدراسة بكتاب أخر في الحي كتاب أخر قريب من المنزل وكانت عمري حوالي 14 سنة فدرست حوالي سنتين إلى ثلاث سنوات أتممت فيها ختم كتاب الله عز وجل وبعدها نعيده على الطريقة المغربية التقليدية في الألواح نسميها السلكة الأولى والسلكة الثانية أي الختمة الأولى والختمة الثانية وزدت الثالثة والرابعة وبعدها تقلت لكي أدرس بعض العلم الشرعية على الطريقة التقليدية عندنا في المغرب بعد أن خلصت حفظ كتاب الله عز وجل درست في مدرسة من مدارس تعليم العاتق عندنا في طانجة فأنهيت الطور الابتدائي أولا وبعدها الطور الإعدادي وبعدها انتقلت إلى أوروبا بفيزا فكنت أولا في بلجيكا أشتغل إماما هناك وبعدها في هولندا ومن ثم أعدت إلى إسبانيا تجربة الإمامة في أوروبا لها سلبيات ولها إيجابيات من بين السلبيات أبدأ أولا بالسلبيات عدم معرفة قيمة هذا الإمام في أوروبا الناس عندهم قصور في فهم ما هي الإمام بخلاف البلدان العربية لأن الناس قريبة من المساجد قريبة هنا في أوروبا يوجد فرق بين الناس والمساجد العلاقة بين الناس والمساجد كأنها علاقة مادية ليس علاقة روحية بخلاف بلداننا العربية الناس متعلقون بالمسجد روحانيا أما في أوروبا لا وإيجابيات الإمامة في أوروبا أن الإمام يشتغل كما يريد لا توجد ضغوطات عليه لا من جهات رسمية أو ما شبه فهو يشتغل حرا ولكن هناك أشياء كما هو معلوم يجب على الإنسان يلا يتخطاها فقط هذه هما إيجابيات والسلبية بين الفرق بين الإمامة في أوروبا والإمامة في الدول العربية أنا بعدما خلصت السنة أولى إعدادي في تعليم نظامي أخذني الوالد على العادة عندنا في الحي وفي المغرب كاملا عندما يأتي موسم الصيف وتنتهي الدراسة بالمدرسة النظامية يأخذ الآباء أبنائهم إلى التعليم إلى المساجد لكي يتعلموا شيئا من القرآن فأنا في الفترة التي دخلت إلى المسجد عند شيخنا في الحي في تلك الفترة الزمنية القصيرة في الصيف حفظت حوالي عشرة أحزاب فكانت النصيحة أولا من شيخ الحي للأبي قال له ربما يمكن له أن يحفظ كتاب الله عز وجل فكان الأب أشد فرحا من الشيخ فخيرني بين أن أعود إلى المدرسة أو أن أتمت دراسة في المسجد فاخترت أن أتمت دراسة في المسجد وأتممت حفظ كتاب الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ودنوني الذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فناذى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا أهذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون لنا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فعبدون القراء الذين تأثرت بهم كثيرا الشيخ أولا المتقن الحصاري رحمة الله عليه من أجل أن أتقن الحفظ أولا وأن أتقن القواعد فهو شيخ القراء كما نعرفه ويسميه العلماء وبعد الشيخ الحصاري ونحن صغار نحب الشيخ الغامدي لأن تلاوته كانت سالسة ويحبها كل شاب لازال في بداية قراءته ومن القراء المغاربة الشيخ عمر القزابري كذلك هو من المتقنين عندنا في المغرب وكنا نحب الاستماع إليه وكل واحد فينا يجتهد في أن يقلده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد الله تردد القارئ زكري قنديل على عدد من مساجد أوروبا لإمامة الجاليات المسلمة في صلاة الترويح خلال شهر رمضان وهو ما شجع عددا من المراكز الإسلامية لانتدابه إماما لأحد المساجد الكبرى في برشلونة حيث تتمدد جالية مغربية كبيرة في المناطق والمدن الصناعية المتاخمة للحدود الفرنسية وظيفة الإمام في أوروبا أنه يعلم الأطفال أولا حتى يكون يحافظ على الهوية الإسلامية للمسلمين المقيمين في الغرب من ناحية العربية ومن ناحية القرآن وكذلك وظيفته هنا روحية أكثر من وظيفة الإمام في البلد العربية والسبب هو أن قلة المشارب للناس بتعلقهم بالقرآن أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إلى ذلك فيكون مطلوبا منه جهد كبير حتى يحافظ على هوية الناس الإسلامية والعربية كذلك من أجل أن يظلوا على ما أتوا به من بلدانهم العربية لأن الدنيا والدهر كله يدهب صفات الإنسان التي يأتي بها من بلدانه العربية فهذا هو دور الإمام الأصلي أن يحافظ على هوية الناس الإسلامية والعربية وتانيا أن يعلمهم دينهم فمثلا لدينا مشاكل كثيرة مع الأطفال الذين ازدادوا في أوروبا ليس الكل وإنما هناك بعض الناس يحافظون على هذه الأشياء لكن بعض الناس مع أطفالهم لم يلقنوهم أبجديات الإسلام أو العربية حتى ينشأوا هؤلاء الأطفال ويمثلوا الإسلام الصحيح الوسطي المعتدل للغرب حتى لا تبقى هذه الصورة للغرب القامتة على الإسلام والسوداء لأنهم يرون الإسلام من منظورات نحن لا نمثل هذا الإسلام لأن الإسلام بريء من هذه الأشياء فالإمام هذا هو دوره في أوروبا أن يزين صورة الإسلام للغرب حتى لا يتبقى عندهم صورة غير جيدة على الإسلام فهذه من المشاكل التي نعاني منها نحن كثيرا مثلا نحن في المغرب عندنا المذهب المالكي وربما تكون عندنا أشياء مكروهة داخل المذهب أو محرمة أو سنة ما إلى ذلك وفي مذاهب أخرى تكون هي بخلاف ما رأى المذهب المالكي مثلا المذهب الحنبلي أو الشافعي أو الحنفي فربما يصلي وراءك مصلي هو يعبد الله ويتمذهب بمذهب غير مذهب الذي أتقنه أنا مثلا فتارة تجده يعلق على الإمام يقول مثلا الإمام يفعل هذه المسألة وهذه عندنا نحن وهو لقصور علمه ليس المشكلة في الدين وإنما المشكلة في قصور علم ذاك الشخص لأنه لا يفرق بين المذاهب يظن أن هذه المذاهب كلها متشابهة لكن هناك خلافات بينها في فروع الأشياء فهذه هي المشاكل التي نعاني منها عندما يكون المسجد مختلط بجاليات من دول متعددة ليس من المغرب فقط أو من مصر أو من العراق ربما تجد من أفغانستان أو باكستان أو من مسلمي الهند فهم يتمدهدون بمذهب الإمام أبي حنيفة النعمان ونحن عندنا مذهب الإمام مالك فتارة تكون بعض الأسئلة وربما لا أستطيع أن نجيب عنها أنا كإمام لأن دراسة كانت متحصلة فقط في مذهب الإمام مالك فيظنون أن الإمام قاصر في فهمه لهذه المسائل وإن أجبتهم بالمذهب التي تتمدهب به يعتبرون الإجابة خاطئة ربما ولكنها هي ما تقرر عندنا في المذهب هذه المشاكل التي نعاني منها مع اختلاف رواد المسجد من بلدانهم نحن عندنا في المغرب نقرأ القرآن برواية ورش والمشارق عندهم رواية حفظ فبعد المرات يكون يصلي خلفك رجل سوري مثلا أو مصري أو ما إلى ذلك من دول الشرق الأوسط فإذا كان هو لا يعلم أن القرآن أنزل على سبعة أوجه فربما يخطي الإمام لأننا نقرأ بورش لأننا قاصرون في علم الرواية ليس لدينا إتقان أو دراية بهذا العلم كثيرا وإنما أبجديات العلم فقط فبعض الآيات مثلا في سورة الحديد في آية وهو الغني الحميد وهم يقرؤونها والله الغني الحميد ونحن نقرؤونها والله هو الغني الحميد فهذه هو توجد في قراءة ولا توجد في قراءة فمرة أم الناس كنت في بلجيكا وقرأت بخلاف الذي يعرف هو وكان هو يعني يعلم شيئا من كتاب الله عز وجل فسمعته من الصف الرابع أو الخامس يقول وهو وهو وأنا حفظتها والله الغني الحميد فعندما انتهيت من الصلاة تكلمت معه وقلت أننا نحن في ورش كذا وأنتم عندكم في حفص كذا فكان رجلا لطيفا وفهم المسألة وفهم أن القرآن أنزل على سبعة أوجوه ويقرأ بلكنات العرب كلها وبعض الناس يتفهمون وبعض الناس يقولون أن الإمام أخطأ ورغم أنك تريد أن تقنعه لكنه مصر على أن الإمام أخطأ لأن المصحف الذي يفتحه هو في بيته ربما بقراءة قالون أو بقراءة حفظ فيها أشياء مختلفة عندنا هذا هو الإشكال في اختلاف أجواء في أوروبا في رمضان تكون أجواء جميلة جدا لأن الناس خصوصا المغاربة يبجلون هذا الشهر تبجيلا عظيما ويحافظون على كل شعائره التي أتوا بها من البلد ففي رمضان يكون الناس أقرب إلى الإمام ويكون قلوبهم لطيفة ويكونون مهتمين بالمسجد ومحافظين على الصلوات ويملؤون بيوت الله عز وجل بخلاف الأشهر الأخرى أما عن عبء الإمام فهو في مسألة التراويح فربما تجد الناس يطلبون أصوات خارقة ولكن الإمام لا يتوفر على هذه القدرات فهم لا يعرفون أن الله عز وجل فرق بين قراء كلهم في الأصوات هناك من أعطاه الله الصوت الحسان والأداء الحسان وهناك من أعطاه الله الأداء الحسان ولم يعطيه الصوت الحسان فتجد بعض الناس يطلبون أشياء فوق قدرة استطاعة الإمام فهذه بعض المشاكل البسيطة التي يعاني منها الإمام في شهر رمضان أعود بالله من الشيطان الرجيم إن للمتقين مفازا حذائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا ذهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كدابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أدن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا في أوروبا هناك من لديهم حرقة من أجل أن يعلموا أولادهم كتاب الله عز وجل وسبحان الله يكون كأن هذه الحرقة تنتقل من الآباء إلى الأطفال فعندما يكون الأب يريد أن يعلم أولاده تجدهم كذلك يريدون أن يتعلمون وهناك بعض النماذج ممن التقينا بهم في أوروبا حفظوا كتاب الله عز وجل في أوروبا ولم يخرجوا من أوروبا سواء في بلجيكا أو في بريطانيا حملوا كتاب الله عز وجل فالمهم أن يكون الأب مصرا على تعليم هؤلاء الأولاد فإذا نقل إليهم هذه الحرقة فحتما الأولاد سيشتغلون وأنا عندما كنت في مدينة لومل في بلجيكا كان لدي طالب حوالي عشرين حزبا وهو مزداد هنا لا يتكلم العربية بطلاقة مع ذلك كان يأتي يوميا من أجل درس القرآن وحفظ ما تيسر من القرآن والآن هو يقرأ في الجامعة في هولندا ولا زال يحفظ القرآن ويحاول أن يكون حاملا لكتاب الله عز وجل فهذه المسألة الإقبال على كتاب الله عز وجل وحفظه في أوروبا هي متعلقة بطرفين أولا الأب والطرف الثاني هو المدرر أو المدرس الذي يعلم هؤلاء الأطفال بطريقة لينا لأن أطفال أوروبا ليس هم أطفال الدول العربية ففي المغرب عندنا ربما يكون بعض الضغط من الوالدين من أجل القرآن بخلافه هنا الضغط هنا عليهم من أجل أن يتعلموا في المدارس العمومية لأن بعض الآباء في قصر رؤاهم يظنون أن الإبن إذا حصل على وهتم بكتاب الله عز وجل من أجل الحفظه ربما يضيع شيئا من علوم المدرسة ومن الشواهد ما إلى ذلك هذا هو الإشكال ترجمة نانسي قنقر